هاي حلقتنا لليوم والتب اللي نحن أعطيه كمانا متعلقة بالكومينيكيشن نقطة كتير مهمة بالتواصل وبتعمل فرق كتير كبير هي إنه اطلب تفسير أو اسأل أسئلة تاستوضح عادة وين بصير سوء التفاهم دن شخصين عم بيتواصلوا وقت حدا منه يقرر يفسر الحدث عزوقه ويعتمعنا بلا ما يستوضح عن الحقيقة أو عن جد يعرف شو صار طيب يفهم أكتر لأنه أنا اليوم أهيان لي بكتير استعمل فرديات من مضية أو من خبرتي على إنه فتش ويكون عندي الجرأة إنه اسأل عن جد شو أصده الشخص التاني اليوم بسوء التفاهم بصير من وراء فرديات منعملها مع حالنا من وراء هيدا الصوت يلي بيحكي براسنا محترمك هو كان قصده هيك تبلاء لهيك من وراء أفكار قديمة أو خبرة قديمة منحملها معنا ومنقرر إنه ننقلها على حضرنا على الشي اللي عم بيصير معنا اليوم مع هيدا الشخص مثلا تخيلوا معي إنه في صابع عمر 15 سنة ظهر يسهر وتأخر تيرجى على البيت فبيو قرر إنه ينترو تيرجى ويشوف شو صار معه وبلش يسأله ليه تأخرت ما نحنا حكينا إنه بهيد الساعة بدك تكون بالبيت وقرر إنه ما يسمع لجواب ابنه أو عن جد يفهم شو صار معه ولأن البي بحكم إنه هو مفروض يكون عم بمثل السلطة وعنده مشكلة بالاحترام أكيد متعلقة بقصة حملة معه من ماضي قرر إنه يفترض إنه التأخير ما قلو حجة ولا عنده سبب وبدل عن قلة احترام وقلة أخلاق إنه لحيقاصس ابنه فالشاب لأنه ما نعطله فرصة يفسر شو صار معه ويعبر يمزع له عصب وفات وطبش الباب القودة وراء فكمان افترض البي إنه هيدا قلة احترام وقرر يفوت ويعيت ع ابنه ويكبر المشكل بس لو البي سأل الأسئلة المظبوطة مثلا شو اللي خليك تتأخر صار شي معك عالطريق اعتلنا همك وحسس ابنه إنه هو عن جد بده يسمع جواب لو ما كان مؤنع كيف كانت خلصة القصة هيدا كانت نصحتنا لليوم ما تنسوا تسأله أسئلة كتيرة وما تعملوا فرديات شوفكن ألا رد حلقة جريه بطب جديدة اشتركوا في القناة